السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احياكم الله وي اهلا وسلام быть في درس جديد من درس الذكاء الاصطناعي وانا طولت صراحة كثير وما نزلت درس جديدة خصوص الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي اليوم جايب لكم موقع رهيب رهيب جدا جدا استنساخ اي صوت يخطر في بالك بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني خلوك معي بعد الفاصل عشان نعرف على هذا الموقع وكيف نستخدمه في استنساخ اي صوت يختر في بالنا خلوكم معي بعد الفاصل حياكم الله أهلا وسهلا بكم من جديد طبعا عندنا الموقع اليوم هو هو يستخدم في استنساخ أي صوت بشكل مجاني بالذكاء الصناعي طريقة هذا الموقع بسيطة وواجهته سهلة وبسيطة جدا أو ما تدخل على هذا الموقع سجل دخول عبر أي ايميل ايميل واتظرنا هذه الواجهة نشوفها الآن قدامكم نروح على خانة تظهر لنا واجهة بسيطة هي عبارة عن رفع المودل أو الصوت اللي راحين نستنسخه بالذكاء الصناعي طبعا راح نكتب اسم المودل مسلا بالعربي أو بانجليزي عادي اكتب اسم الصوت اكتب اسم المودل صوتي أنا الشخصي ارفع الصوت الآن طبعا الصوت يفضل أن يكون أقل من دقيقة ويكون بصيغة الويب عشان تكون الجودة عالية جدا طبعا هنا يطلب منك ترفع صورة المودل مضرور جدا تعطيه أي استمر وبدأ استنسخ الصوت الآن يبدأ يستنسخ الصوت ويبدأ يتعرف على نبرات الصوت ويتساخ عندي الصوت مثل ما نشوف مع بعض الآن يعني الموقع سريع جدا جدا في استنسخ الأصوات وفي معالج الأصوات الآن عندي مودل قديم ومودل جديد أرح على المودل اللي أنا أنشأته أخر شيء اللي هو اسم مشعل اضغط على تعيش آل مرتين الآن راح تظهر عندي هذه القائمة هذا القائمة يقول لك ادخل النص الذي أنت الآن حابت تستنسخه بالصوت اللي انت دربت عليه الذكاء الاصطناعي. انا راح ادخل النص اللي انا حاب اه استنسخه بصوتي. السلام عليكم. طبعا بالعربي. السلام عليكم. معكم مشعل. اهلا وسهلا بكم في درس استنساخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي مجانا. انا كتبت هذا السكريبت. تمام? طبعا السكريبت مو مشكل عادي يعني مكتوب باللغة العربية العادية. مفروض ان يتشكل العلامة الترقيم والتنوين. عشان يطلع معك الصوت اكثر. طبعا تختار الصيغة ويف راح يطول اكثر. خلهم بمبي ثري عشان يكون اسرع. هنا نحط اي ابدأ في استنساخ الصوت. نبدأ في استنساخ الصوت. الان شوف سرعة الموقع يعني بشكل مباشر استنساخت الاصوات. راح نسمع الصوت الان مع بعض ونشوف النتيجة. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في درس استنساخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي مجانا. السلام. هذا نتيجة نسمعنا مع بعض. يعني صراحة نتيجة جميلة جدا. هذا الموقع يعني يسمح لك انك تستنسخ الاصوات بشكل مجاني. وانسما اسمعنا النتيجة مع بعض هو عبارة عن صوتي. انا سجلته بشكل سريع. والان استنسخت الصوت الخاص فيه. وكتبت اي كلام عندي بآآ بواسطة هذا الموقع. وستنسخ للصوت يعني بشكل سريع وبسيط. طبعا بعد ما استنسخ صوتي الان راح استنسخ عدة اصوات مشاهر بالتعليق الصوتي عندنا مثلا الاستاذ خالد النجار. عند الاستاذ مثلا فؤاد شمس. عند الاستاذ نسيم رمضان. كلهم مشهورين في التعليق الصوتي. راح استنسخ صوت صوت واشوف ايش. اذا كنت يعطي نفس النسخة الصوتية لاصواتهم او نفس الخامة الصوتية لاصواتهم. فقط مجرد تجربة وتجربة الذكاء اصناع. اروح على على اروح على اضيف الان مودة الجديدة. سمي مثلا خالد النجار. اللغة الانجليزية والعربية عادية. ارفع الصوت اللي انا طبعا اتعبني الحصول على صوات المعلقين لانه كان يحتاج لفصل من الخلفية الصوتية. عشان احصل صوت خام كان من صعب جدا عليه. لكن انا الان معالجت الاصوات. فصلت عن الخلفية وحصلت اصوات. الان اقوم برفع صوت استاذ خالد النجار. هذا صوته. طبعا اعطيه تمام? الان يبدأ ايش بعملية معارجة الصوت والتعرف على الصوت بالذكاء الصناعي. الان استنسخ لي صوت استاذ خالد النجار. خلنا نسمع صوته. ونشوف ايش الاشياء اللي اعطنيها. الان راح اضع النص اللي انا احتاج اه استنسخ بصوت ندخل النجار. مثلا السلام عليكم. اهلا بكم في درس استنسخ. الاصوات. بالذكاء الاصطناعي. الشكل مجاني. تمام? حط كنتر سي عشان اضيف الاصوات المعلاقين الآن نحط الان generate speech. شوف لاحظ معي الان يبدأ بعملية المعارجة. شوف السرعة. نسمع الصوت الان العطانية بصوت استاذ خالد النجار. نشوف النتيجة. السلام عليكم. اهلا بكم في درس استنساخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني. مثل ما سونا الصوت راح نسمع الان الصوت الاساسي باستاذ خالد النجار. نشوف الفرق بيناتهم. راح اشغل الصوت الان موجودة في المجلد. نسمع مع بعض. ما للرسائل بيننا. قد اصبحت متفاقلة. صوت البرود يلفها. طبعا مشابه للصوت بشكل كبير جدا 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 جديد. الآن اختار استاذ فواد شمس. اضع الى colon a voice. اسمي استاذ فواد شمس. اذهب الان ارفع العين الصوت الخاصة بالستاذ فواد شمس. هذه. اضع الان سنبت. الان يبدأ معالجة الصوت. والتعرف على الصوت بالذكاء الصناعي والموقع سريع جدا 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 هذا الميزة فيه يعني بسرعة يعجزك الصوت. الان اختار الصوت. الان اكتب نفس الملاحظة اللي كتبت اقبل شوي. نفس السكريبت. الآن اعطيه. بصوت الاستاذ فواد شمس. الآن نشوف السرعة انتهى من المعالجة. خلنا نسمع الان نتيجة مع بعض. السلام عليكم. اهلا بكم. في درس استنساخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني. طبعا مثل ما سمعنا العينة الصوتية بصوت الاستاذ فواد شمس. كانت شوي منه دقيقة. ليش لانه ما حصلت صوت خام للاستاذ فواد شمس فكان تنتيجة فيها زي الصوت الخلفية. فهذا راح يكون يعني عندك مشكلة لازم تتحصل اصوات الطبيعية وتستنسخها. يعني لازم يكون صوتك انت مسجله بشكل مباشر ما في خلفية صوتية. ما فيه موسيقى ما فيه مؤثرة صوت خلفية. بشكل طبيعي من العين اللي انا استنسختها. هذه. خلنا نشغلها نسمعها بعض. بالتحدث باللغة الالمانية. هل تود الحصول على وظيفة احلامك. او اكمالي. هذا العين الصوتية اللي انا جبتها واستنسخت من الصوت. يعني لاحظوا انه العين الصوتية والموقع فيه شبه كبير في الصوت. الان اروح اجيب صوت مثلا استاد ناسيم رمضان معروف في الاعلانات. مميز صوته جدا في الاعلانات استاد ناسيم رمضان. هذا الصوت استاد ناسيم رمضان. خلنا نشوف النتائج اعطني هذكاس تنعب صوت المعلق الصوتي الشهير ناسيم رمضان. تمام الان اعطي اوكي. الان احط نفس نشوف النتائج. مباشرة بدأ بالمعالجة مباشرة بدأ بالاستنساخ الاصوات. الان نشغل. السلام عليكم اهلا بكم في درس استنساخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني. احظ الاحظ طبعا استاد ناسيم رمضان معلق الصوتي يعني اعطينا صوت شبيه جدا جدا في خامة معلقة صوت ناسيم رمضان. فكانت يعني النتيجة حلوة جدا لان الصوت الخاص فيه كان مجرد صوت خام طبيعي ما في خلفية صوتية ما ارحت لمواقع فصلت الموسيقة والخلفية الصوتية عن صوته كان صوته خام. فأعطينا نتيجة رائعة جدا. اروح الان اسمع الصوت من الصوت الاساسي اللي قمت باستنساخه هذا هو. هذا ليس مجرد فندق انها فكرة بان على السفر ان يكون تجربة متميزة تمزج بين العمل والمرح. طبعا هذا النتاج اللي سمعناها مع بعض شفنا كيف النتاج حصنا نتاج رهيبة من خلال هذا الموقع استنسخنا أصوات أكثر ممعله صوته واستنسخ صوته انا الطبيعي. وشفنا نتاج مع بعض هذا الموقع رح تستفيد منه في استنساخ صوتك إذا كنت صديق ما تسجل في مايك. ما تسجل في مايك معين. وتقدر استفيد منه في صناعة محتوى ما كنت مشغول. فتقدر انت تستخدم صوتك وتعلق على صناعة المحتوى أو تستخدم صوتك في التعليق الصوتي. لا تنسى تدعم لبشتر واللايك وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتك الحلقة الجاي لانه انه مهتم بشكل كبير في الذكاء الصناعي وفي المواقع اللي راح تفيدنا في صناعة المحتوى في المونتاج وفي التصوير وفي التصميم والموشن جرافيك. واشوفك في الحلقة القادمة. كان معكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.